التفاصيل نبدأها بهذا الخبر حيث أكد وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا أن كل شخص أو هيئة وجهة اتهامات للمغرب عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء وذلك ارتباطا بالحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصية العمومية الوطنية والأجنبية عبر برنامج معلوماتي هذا وقال الوزير في حوار خاص به المجلة الإفريقية جون أفخيك قال إن المغرب اختار أيضا وضع ثقته في العدالة داخليا وعلى المستوى الدولي منددا بالستار الدخاني وعمليات التلفيق المفبركة من الألف إلى الياء وبدون أي دليل كما دعا إلى تسليط الضوء على الحقائق بعيدا عن الجدل والافتراء وهذا ما تفعله فوربيدن ستوريز ومنظمة العفو الدولية لتاني تستندان حصرا على تكهنات بحتة هذا وسجل بوريطة أيضا أن بعض المنابر المنتسبة لهذا الكيان تخدم أجندات معروفة بعدائها الفطرية تجاه المغرب والمغتادة من نجاحاته خلف قيادة الملك محمد السادس من جهة أخرى أكد الوزير أن المغرب لازال يحتفظ بالموقف الذي سبق له تأكيد عليه في 2019 والذي يفيد بأن المملكة لم تحصل على نظام بيغاسوس